أخيراً قبل ما نطلع على الشاشة هناك السؤالي هل في كاس عالم 24؟ 20-24؟ وكيف سيكون هذه البطولة؟ وتشرح لنا برضو 20-25 دنيا ماشي إزاي؟ سريعاً عشان ما نطولش برضها؟ لا لا سريعاً ليه بالعقل؟ يعني يوم ما ديكتل ثلاثة نا هنتكلف يوم الناس جمهور الآلي محتاج يفهم وهذه الفقرة يا جماعة لجمهور الآلي فقط لو حد غير جمهور الآلي بيتفرج من فضل حاجة أحط يدك على ودانك يستفيدوا بالمعلومة ممكن جمهور بيرامدز لو في جمهور بيرامدز ممكن يستفيد والله؟ للأمانة لأن السنة الجاية ناسف يا جماعة جمهور بيرامدز يشيل إيه نبتدي بكاس العالم الموسع بأن كان لها بداية القرارات أو القرارات كانت تخصها احنا اتكلمنا هنا مع حضرتك في البيت الكبير عموماً عن البطولة دي نظامها الـ 32 فريق والمجموعات ومين الناس اللي حد ما ضمن دي في 25 دي 25 نتلاقي في أمريكا وهي خلاص من مختار أن هي بدل كاس العالم للقرارات بتاعت المنتخبات هتتعامل في البلد اللي بتنظم كاس العالم السنة اللي بعدها فهي في أمريكا في الفترة هي مرة واحدة كل 4 سنين الناس بردو عشان تبقى فاهمة بالزبط هتبتدي 15 يونيو 20-25 تنتهي 13 يوليو 20-25 هيبقى فيها أزمة بس في وقتها نتكلم عليها الأزمة إن شاء الله إن عشنا هم أفريقيا طيب البطولة دي الفيفا كان قال إن في أفريقيا هنلعب 25 البطولة اللي هي المجمعة هنقعد أربع سنين ونلعبها بطولة مجمعة تاني طيب خلال التلات سنوات بس هنبتدي بكاس العالم الأول عشان نشرح التصنيف كاس العام الأندية كاس العام الأندية 25 لأن دي كان مهم جدا موضوع التصنيف الناس كان بتسأل النهاردة في أفريقيا في أربع أماكن الكافقال دي الأبطال 21-22-23-24 طيب النادي الأهلي بطل 21 تأهل الوداد بطل 22 تأهل إن دي الأهلي رجع بطل 22 تأهل هيخدمين دي بحاجة اسمها التصنيف طب كانش معروف في التصنيف ده اللي هو إيه هيبقى بنانا على إيه فالفيفا طلع بقى موضوع التصنيف ده فممكن إحنا نستعرض كده بالصور هنبتدي اللي هي الصورة بتاعة أفريقيا لأنها دي اللي هنبني عليها بقية الشرح يعني أفريقيا هو الكاف الفيفا قال إن التصنيف ده هيبقى من خلال البطولة الأبرز في كل قرى باستثناء أوروبا هتطلع معنا هيا عشاش هنا أفريقيا الاتنين هو الوداد والأهلي هم دول اللي هتأهلوا من أفريقيا طيب الفرقتين اللي تحت دول إيه فيه فريق هيتحدد كده كده بالتصنيف وفريق مستنين نعرف نين بطل 24 يا إما هيبقى بطل جديد يا إما لو بطل أهلي أو الوداد هيبقى فرقتين بالتصنيف طيب التصنيف ده بتعمل إزاي كل مكسب من أول دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا خلال الأربع سنين دول بيتحسب بثلاث نقاط أي ماتشة تكسبه الأربع سنة الأخيرة اللي هم من 20 21 إلى 20 24 تمام بثلاث نقاط التعادل بنقطة التأهل من دور المجموعات لدور الستاشر بثلاث نقاط تمام كده شرحنا لدوري أبطال أفريقيا التأهل الفرق كل مباراة كل مباراة الحد نائي هتكسبها هتاخد ثلاث نقاط التعادلت هتاخد نقاط نكمل الصور كده التصنيف ده بناء عليه حددوا مين الفرق دي هاي الفرق اللي ممكن تتأهل لعشرين خمسة وعشرين سواء عن طريق التصنيف أو لو كانت بطلة النسخة الحالية سانداونز هو رقم واحد التراجي التونسي رقم اثنين بيترو أتليتكو رقم ثلاثة سيمبا رقم أربعة الهلال السوداني رقم خمسة دول التصنيف ده التصنيف ده التصنيف أوكي طيب في ناحية تانية دول ما ينفعش تتأهلوا بالتصنيف لازم يتأهلوا كأبطال اللي منهم النادي بيرامدز يعني لازم بيرامدز ياخد أولت بيرامدز ياخد لو بيرامدز كسب اللقب عشرين وعشرين يتأهل يشيلوا قديهم يعني يسمعونا دلوقتي أوكي بالزبط كده وفي بازمبي وقسك وبقية الفرق اللي هي بتنافس في دورة أبطال أفريق طيب فالنهارده حتى الآن الأقرب مع النادي الأهلي يكسب اللقب ده عشرين خمسة وعشرين ده عشرين خمسة وعشرين ونكمل بقى دي أوروبا دي الفرق اللي تأكدت من أوروبا كابتن إسلام تشيلسي وريال مادريدو منشستر سيتي كأبطال القرات بايرن ميونيخ باريس سان جرمان انتر بورتو بنفيكا دي فرق مصنفة محدش هيعديهم في النسخة دي من دورة أبطال أوروبا دول دومان دول لازم يكسبوا عشان يتأهله اللي مش لازم يكسبوا وممكن يتأهله بالتصنيف اللي هي زي بروسيا دورتموند رقم واحد أتليتكو ولايبزيج وبرشلونا يوفينتوس وده برضو الترتيب ده ممكن يتغير بناء عن تهيجهم في دوري أبطال أوروبا يعني يعني هايبتو 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 بعد كده وقتبتو القرات هايبتو طيب ده في عشرين هنكمل هنكمل هنخش على الانتر كونتنتر كابتو بس نعرف الناس ان الهلال وقاروة ضمنه باقي مقاعدين في أسيا ونكمل أمريكا خلص عادتنا مع تصنيف بالزبط وهنا البرازيل الثلاث فرق بتوع البرازيل موجودين ضمن ونقسنهم ثلاثة مرازوا ونقسنهم ثلاثة مثل البرازيل برضو وهنا دول ودلت أهيالهم من أمريكا الشمالية مونتيري وسياتل وليون نقسنهم مكان وكده كده أوكلاند موجود موجود كده ده كده كده ما فيش حدها حصل طيب زي ما حالك قلت بقى إيه اللي هتتلعب في النص أيوة دي الانتر كونتنتر دي الحاجات اللي هي قبل بطولات كاس العالم المجمعة الكبيرة بالزبط كده اللي هي تبتدي من عشرين واربعة وعشرين عشرين واربعة وعشرين يعني عشرين واربعة وعشرين البطولة سوري عشرين واربعة وعشرين بس الانتر كونتينتر هتديني 24 الانتر كونتينتر 24 هتبقى 26 و 27 و 25 هم ما قالوش 25 لا هتلاع في ديسمبر والكاس العالم الاندية الكبيرة تلاعب في يوليو كسه جدا بعيدة ما اعتقدش الان هنشوف البطولة نفسها مش هبقى فيه 2 هنشوف غريبة جدا هم عملين برضو نظام البطولة غريب الانتر كونتينتر دي هيا جماعة ما بين لكل الجماعين الانتر كونتينتر دي اللي هي ما بين البطولات الكاس العالم اللي بتتلاعب كل اربع سنوات كاس العالم الاندية فهم فعلا قالوا في الوقت اللي في البطول ممكن الفيفا ما انتو تضمنش الفيفا كلنا كنا فاكرين دي هتتلغي خلاص ان مفيش فهم اختاروا على الانتر كونتينتر دي زمان كابتتلاعب بين بطل اوروبا وامريكا الجنوبية هيا نحن فлаг بطktion اي بطل اسيا و بطل افريقيا هивают مستا jouer هيتعمل من مانهم قرعة اللي هيطلاع سنلاعب جزا اوكلان سيتي اللي يقوم بتابع inspirments ان اللي بطل افريقيا في color فى سنلاعب جزا اللي بج 해� Bold يجب اللي بطل اصياء في اصياء اللي بطل ما عملت التائلة يجب النسخة بقدها يتعمل العكس Castle فلنسخة دي بس ما اشارت ما اشارت ما شرح معشان ناس يعني النهاردة بطل افريقيا لو هيلاعب اوكلاند سيتي يبقى المرة اللي جاية بطل افريقيا هو اللي هيستنى تمام؟ لا خلي معنا الصورة لان لسه مش شرح لا خلي معنا الصورة بالزبط فهنا دي لستيج رقم واحد فاللي هيكسب من اوكلاند واللي هيطلع من بطل اسيا وافريقيا هيروح يلاعب هيعمل قرع اه قرع هيروح يلاعب الفرقة التانية يلعبوا مع بعض على الارض زي ما قلنا كده دي دي المرحلة بقى الاخيرة دي البلايو لا خلينا نرجع معلش نرجع برجاول الاول نرجع صورة معلش نناموا ناس ما بالزبط نحن كل ناس متلقباتها بس فهيطلع هنا وينر اللي هيكسب من اول ماتش يلاعب بقى اللي هيتبقى من القرعة سواء بطل افريقيا او بطل اسيا هلنقول انه بطل افريقيا هو اللي هيلاعب اوكلاند سيتي مثلا في ماتش بي ده يا ستيتج بي ده بطل امريكا الشمالية اللي هيلاعب بطل امريكا الجنوبية الماتش هتتحدد اول قرعة هيلاعب ع gén города مثلا لو looselyفطت بطل امريكا الجنوبية يبقى النسخ اللي بدها يتلعب uno امريكا الشاملية ويطلع كسبان هيطلع كسبان من ستيتج ون وكسبان من ستيتج بي يلاعبوا بعض فيين بقى يلاعبوا بعض يوم 14 ديسمبر في ارض لسه همestanger بدأهم محايدة. في بلد ما. وينر ستيج اي مع وينر ستيج بي. الكاسبان بقى يلعب بهم 18 مع بطل اوروبا. على طول اللي هو واقف مستني. ده هيكسب دوري ابطال اوروبا ويقوم بقى يستني 18 نيسم. حتى بطل اوروبا مستني. مستني المباراة. هو هيلعب ماتش واحد بطل اوروبا. ده هيبقى الزاب البطولة في الوقت اللي مفيهوش كاس العالم للاندية. انا متوقع ان كمان هيتعمل في السنة اللي فيها كاس عالم. مخدر نظر. لكن احنا دلوقتي فهمنا اللي اعتقد ان كل الجمهور دلوقتي فيه. احنا يرد حتى الزملاء انا طبعا في السوشيال ميديا يبرزوها لوحدها. لان الفيديو ده ممكن الناس طبعا تتفرج عليه سنتين. اه كتير او. كل ما يحتاجوا ان هم يعرفوا نزوج بطل اوروبا وعشرين هيبقى فيها اللي هي دي. اه دي هتتلعب اوروبا وعشرين خلاص.